من جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الصينية وانجي قوله إن بكين ستعاقب كل من يسي إلى بلاده وقال وزير الخارجية الصينية على هامش اجتماع لربطة جنوب شرقي آسيا قال إن الولايات المتحدة تنتهك السيادة الصينية تحت ستار الديمقراطية واصفا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها مهزلة يجب أن تتوقف شكرا